نصبت مساء أمس وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مدالين ألينجي المدير العام للإدارة العامة للإزاع والتلفزيون الوطني السيد بوكر ساندا ونائبه جبريل محمد آدم وذلك وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والفنيين بالإدارة العامة للإزاع والتلفزيون إلى جانب إداري وزارة الإعلام محمود حسن سام بحضور عدد من صحفي الإزاعة الوطنية الكادية والتلفزيون الوطني إلى جانب صحفي وسائل الإعلام الخاصة المكتوبة منها المسموعة والمرئية تم رسميا تنصيب المدير العام للإدارة العامة للإزاعة والتلفزيون الكادي بوكر ساندا ونائبه جبريل محمد آدم وذلك بعد تعيينهما بمرسوم الرئاسي رقم 1727 الصادر بتاريخ الثالث من أكتوبر الجاري وقد ترأس الحفل وزيرة الإعلام الناطق الرسمية باسم الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مادلين ألينجي في كلمته الترحيبية بهذه المناسبة المفتش النائب لوزارة الإعلام أبغرين جبريل إدريس الذي يتحدث باسم اللجنة المؤقتة لتسيير الهيئة الوطنية للإزاعة والتلفزيون بعد حلها من قبل البرلمان وذلك بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر 2016 وقد كونت اللجنة بتاريخ العشرين من سبتمبر 2016 حيث عملت اللجنة خلاله سنة وأيام في تسيير الهيئة رغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد واختتم حديثه بالشكر الجزيل لكل الذين وقفوا معهم خلال هذه الفترة وتمنى للفريق الجديد عملا مثمرا من أجل خدمة العمل الإعلامي بالبلاد المدير العام للإدارة العامة للإزاعة والتلفزيون السيد بكر سنة في حديثه شكر الرئيس الجمهورية على الثقة التي أولها إياه كما شكر أيضا اللجنة المؤقتة لتسيير الهيئة الوطنية للإزاعة والتلفزيون سابقا على ما قامت به طيلت هذه الفترة طالبا من جميع العاملين بالإدارة العامة للإزاعة والتلفزيون العمل سويا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في تطوير العمل الإعلامي بالإزاعة والتلفزيون في جميع ربوع البلاد وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مادلين ألينجي خلال كلمتها طلبت من الفريق الجديد العمل بإخلاص وجدية لأجل مراقبة ومتابعة المهمة التي أوكلت للفريق بغية النهوض بهذا القطاع واحترام القوانين الإدارية والمهنية لأجل تقديم أداء أفضل يتناسب مع العمل الإداري وفق أهداف رامية إلى التطوير والتقدم متمنية للفريق الجديد مسيرة إدارية جيدة تخدم المصلحة العامة للوطن وفي ختام المناسبة هنأ الصحفيون بالإزاعة والتلفزيون الوطني وبعد الصحفيين في وسائل الإعلام الخاصة المديرين على منصبهما وسط أجواء تغمرها الفرح والسرور وللمعلومية فإن المدير العام بكر سندى ونائبه جبرين محمد آدم صحفيين متخصصين عملا بالحقل الإعلامي وتقلدا عدة مناصب إدارية مختلفة على مستوى الدولة في المجال الإعلامي بالبلاد كما جرى حفل تسليم وتسلم بالمفتشية العامة بوزارة الإعلام بين المفتش الجديد بيتيل ميروم والمفتش القديم أحمد عمر جرت المناسبة بحضور وزيرة الإعلام وعدد من عمال وزارة الإعلام تأتي مراسم التسليم والتسلم هذه بعد التعيينات الأخيرة التي شملت إدارات عدة على مستوى وزارة الإعلام ومن بينها تعيين سيد بيتيل ميروم مفتشا عام للوزارة بمجب مرسوم رئاسي وقع عليه رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي ليكون بذلك ميروم خلفا للمفتش العام السابق السيد أحمد عمر الذي كان على رأس المفتشية قرابة السنتين مراسم التسليم هذه ترأستها وزيرة الإعلام السيدة مادلين ألينجي التي تمانت التوفيق للمفتش الجديد وانشهدته بضرورة العمل الدؤوب لمجابهة كافة التحديات التي تعيق العمل الإعلامي في ظل ظروف الصعبة التي يمر بها كما دعته أيضا أن يحذو حذو سلفه أحمد عمر واستكمال ما كان يعمل عليه كما دعت الوزيرة معاوني المفتش الجديد إلى مؤازرته للتقلب على العراقيل التي لطالما كانت عقبة في سبيل تقدم الإعلام هذا وقد حضر مراسم التسليم والتسلم إلى جانب الوزيرة كل من الأمين العام للوزارة السيدة أشتصالح دمان والمشتشرين وعدد من الإدارين وعمال الوزارة